أتذكر أنه عند في هذه الخمسة وعشرين سنة خاصة تسعة وتسعين كانت العصابة بحثولي عدة أشخاص وفي الغالب يجوني ما نكونش عارف أنهم جايين من عندهم يجي على الصحفي واحد يجي على أساس أنه زميل قديم بدرس معايا في الجامعة أو بدرس معايا في مكان ما في الثانوية أو واحد كان جاري أو كان زميل في العمل إلى آخر فأنت لاقاهم بعد أن الآخر نفهم منهم أنهم جاءوا مرسولين واحد صحفيين إلى أنهم مرسولين من عند الجماعة فيقولوا لي الخطاب الذي كان يصلني من عند جماعة الدياراس يعني جوعة الله يقول لي اسمعنا ما يقول لك والله نحن نحترمك وانت وطني وانت مخلص وانا عارفين البلاد وقلبك محروق عليها وكذا وكذا بالصح شوف قل 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 وش تحب خليك برك من الجنرالات مرات كان لي مشيت معا مشويرا قلت لي معنا كيفاش معنا نقدر ننتقد بوتفليقة وننتقد الوزراء وننتقد رئيس الوزراء وننتقد الولاء قال لي قل وش تحب قل رك متأكد قال لي متأكد والجنرالات قال لي أصغر جنيا متقدش تمسوا صرت وقال أنت تذكر الأسماء ويجيبهم بالأسماء وهذا ما معيب عليك وكذا واحد هكذا دخلت معاه وقتل اسمع هذا يأكد لي ما كنت دايما نامن بيه وما زلت نامن بيه سابقة أو من بيه أن المدنيين راه مواجهة وأن الحكم الحقيقي الخطوط الحمراء اللي دايرينها هم كنت دايرينها للجنرالات وخاصة الجنرالات النافذين أما المدنيين بالنسبة ليكم سيديفيزيبل بدل هذا جيب هذا حط موسى الحاج حاج موسى لا كانت مشكلة نحي هذا البرلمانيين جيب برلمانيين أخرين نحي جرات جيب كفولان نحي زقماطي جيب الأخر صحيح بعض المدنيين يبرزوا الإجرام انتاحهم والعمال انتاحهم إلى أقصى الحدود لكي يشوفوا المعاليم ويحوسوا فهم يروحوا إلى أقصى الحدود لكن في النهاية قلت له هؤلاء كلهم شاركين في مسرحية وكي لديهم أدوار رئيسية مثل رئيس الحكومة أو الوزير الأول والوزراء المهمين إلى آخره بعض السفراء بعض الولات وكي لديهم أدوار ثانوية وكي لديهم أدوار كومبارس كما يسمون المصريين في غيران بعبارة فرنسوية وتهريج يجعلهم يديروا نوع من التهريج تنفيس يسموه عملية تنفيس فبعض الناس يرتولي ما عندهمش ربما صغار في السن ما تابعوش ما ماضى والله يسمع كلم جميل كي تسموه طيب انت كيراك تقول فيه أصلا توصلت للمنصب بدون حق لانتخابات الشعب كان يقول لانتخابات مع العصابات فانت خلت الشعب وروحت لانتخابات انت عارف أن الناخب الأول هو الديراس هي المخابرات هي المافيا العسكرية هي الناخب الأول وم بعد تجي التفصيلات الأمر الثاني وش رايح تبدل انت يعني أقول ثمه انت فقط عملية تنفيس باش كما ذاك ال كون يقعدوا ينفخوا في حاجة ينفخوا فيها كما خلينا نمدوا كيكوت يعني كيكوت مينيتا ذاك ال وكان عندها دايما دايلها تنفيس من الفوق كون ما يخلوش تنفس وكان ما يطيبش الأكل المليح وممكن تنفجر فينفسوا عليها المرأة اللي تعود طيب أو الرجل كي يرفض على البرمة أو يرفض على النيجرة أو كيف ما تسمى أحيانا ينفس شوية باش ما تنفجرش ويكمل الطياب يتم هؤلاء يقوموا بهذا الدور بالذات فيه تهريج وفيه اللاعب على بعض المشاعر وفيه تخفيف تنفيس ليس أكثر لأن شفنا اللي قبلهم ويش دارهم بعضهم قد يكون صادق أنا لا أشكك في نياتهم بعض منهم قد يكون صادق لكن هو في الحقيقة ما هوش عارف أنه راه مسخر له دور كما الأدوار اللي في المسرحية والله في الأفلام كان الأدوار الأولى والرئيسية متع الممثل الرئيسي والممثلة الرئيسية مثلاً أدوارها قل شوية قل شوية قل شوية حتى العساس هذاك تعالباب أو ليفتح كالروسة أو ليبن لخمس ثواني أو حتى مرات يجيبين ماشي في الطريق باش يديروا به الفيلم هو الظن أنتب اللي راهوا إنسان عادي يماشي لكن هم في الحقيقة جايبين باش يديروا به الفيلم أو المسرحية فهؤلاء هؤلاء 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 هذا ما ينفعش هذا وهذا وجربوا الجزائرين في برنامنات السابقة هذه عشر سنة عشر سنة لا شيء مهزلة بالنسبة ليهم سب المدنيين كما تشاء سب بوتفليقة أيامها وما أدرك بوتفليقة لم يكن رئيس بصير ومع ذلك لما قالوا لي قالوا لي انتخذ بوتفليقة كما تحب فقلت لهم هذا الدليل آخر على أن الحكم عسكري وإلا المفروض أنه مفيش واحد فوق إرادة الشعب مفيش واحد عنده التقديس مفيش واحد خط أحمر الناس كلهم أولى تسعة شهر والحاكم هو موظف هو خديم عند الشعب ما هوش فوق الشعب والجنرالات اللي يتقدسوهم رغم خربوا الجيش وخربوا البلاد والمفروض أنهم موظفين والمفروض أنهم يخضعون للمراقبة للمراقبة المنتخبين بحق ليس منتخبين بخمسة بالمئة على المستوى الوطني كلهم هذا ليس انتخاب هذا مهزلة لكن الشعب سأخبركم فيها سفعة كبيرة